ربما لن يحظى الممثل والمنتج الأمريكي الكوميدي أدم ساندلر بجائزة أوسكار هذه السنة لكنه سجل رقما قياسيا السبت في جائزة أخرى حيث حصل على 11 ترشيحا عن أسوأ ممثلين وأسوأ ممثلة وأسوأ سيناريو وأسوأ فيلم الترشيحات تأتي ضمنها جوائز راتسي عن أسوأ أفلام وآداء للعام 2011 ساندلر نالت ترشيحات السياع عن دوره في فيلم جاك أنجيل حيث لعب دور الذكر والأنثى في الفيلم حتى الممثل البتشينو ذكر في ترشيحات راتسي بصورة شعينة حول مشاركته المتواضعة في فيلم جاك أنجيل ونال ترشيحه حول جائزة أسوأ ممثل مساعد وفي فئة الأفلام حصل فيلم تويلايد ساقا على ثمانية ترشيحات منها أسوأ فيلم وأسوأ تمثيل للموثلين كيلور لوكنر وكريستين ستيورت وكذلك فيلم عشية رأس سنة الجديدة هل ترشيح؟ انتظر جميل ماذا عمتوني بحق في مدنان؟ ترجمة نانسي قدر وقد رفتت خاطئ مهمة ترجمة نانسي قدر ترجمة نانسي قدر ترجمة نانسي قدر ترجمة نانسي قدر